وإذ أجدد التهنئة الخالصة لهيئة الشرطة في يوم عيدها وأشير بدورها البطولي في حماية المواطنين والحفاظ على أمنهم وأكد أن الدولة بكل طاقاتها وإمكانياتها تعمل على تحقيق الأمن بمفهومه الشامل فإن كل مشروع قومي ضخم يبذل فيه شباب مصر يبذل فيه شباب مصر جهدهم ويسيل فيه عرقهم هو أمن لمصر من الحاجة والفقر وكل استصلاح لأراضي مصر الصحراوية وتحويلها لجنات خضراء تطرح خيراً ونماءاً هو تأمين لشعب مصر من مخاطر المستقبل وكل مستشفى يبنى ومدرسة وجماعية تقام ومصنع وطريق يشيد هو حماية وأمن للمواطنين هو حماية وأمن للمواطنين بتوفير الحياة الكريمة لهم ولأبنائهم إن هذا هو دورنا وتلك هي مسؤوليتنا نرجو الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً للوفاء بها لما فيه صالح هذا الوطن الأمين وشعبه الكريم ترجمة نانسي قنقر